إزاي إسرائيل هتحمي قواتها اللي بتحتل الضفة الشرقية من قناة السويس في مواجهة القوات المسلحة المصرية المتواجدة على الجانب الآخر في الضفة الغربية بطول قناة السويس من بور سعيد في الشمال للسويس في الجنوب خصوصاً إن القوات المصرية ما قبلتش فكرة إن يبقى الوضع على ما هو عليه والتأقلم مع فرض العدو لسيطرته على سينة قواتنا المسلحة ما كانتش سكتة قواتنا المسلحة كانت بتنفذ عمليات عسكرية بتستهدف الأفراد والمعدات دايماً فكان التفكير في إسرائيل إنهم ينشئوا خط دفاعي بطول القناة وسموا الخط ده خط بارليف على اسم الجنرال بارليف كتير من الناس فكرة إن خط بارليف ده هو الساتر الترابي لا الوضع مش كده خالص الساتر الترابي ده هو أول خطوة في الخط الدفاعي ارتفاعه كان بيوصل ما بين 20 و 25 متر في بعض الحتت بتاعته وبزوايا ميل بتوصل لـ 45 درجة يخلي مهمة إن أنت تطلعه مهمة غاية في الصعوبة أما بقى وراء الساتر الترابي على الضفة الشرقية للقناة الإسرائيليين استخدموا إيه؟ استخدموا حجارة ضخمة وقطبان سكة حديد وأسمن وزلط ورمل وبانوا 32 نقطة حصينة بطول القناة اللي هي بتتسمى دوشم المسافة ما بين كل دوشمة والتانية كانت ما بين 10 و 12 كيلو الدوشمة الوحدة كانت كأنها قاعدة عسكرية بس فين؟ تحت الأرض مجهزة للمعيشة والإقامة ومتحصنة تماماً من أي ضربات صاروخية سواء بالطيران أو المدفعية ده بخلاف الدوشم ومساطب الدبابات كان كمان فيه نقط سبتة بيتحط فيها مدافع رشاشة بتضرب من خلال فتحات صغيرة اسمها مزاغل ياريت الموضوع وقف على كده وبس لا ده حطوا أنابيب في خط بارليف اسمها أنابيب نابالم وتم توصيلها بقناة السويس علشان لو أي حد فكر إنه يعبر قناة السويس الأنابيب دي بتتفتح وسطح القناة بيتحول لنار جهنم وبالتالي كان لا يمكن هيكون فيه أي محاولات لعبر قناة السويس ولكن كلنا عارفين دلوقتي إننا قدرنا إننا نسد أنابيب النبل وعبرنا وتسلقنا الساتر الترابي بكامل معداتنا ومأسلحتنا واقتحمنا كل النقط الحصينة في خط بارليف في ست ساعات ورفعنا العالم المصري على أرضنا وحررناها ترجمة نانسي قنقر